اشتركوا في القناة مرحبا بكم في حلقة جديدة من برناميكم لسان صدق حديثنا اليوم عن صحابي لطالما عاد الإسلام لكن الله إذا أراد أن يهدي العبد لا يقف شيء دون ذلك حديثنا اليوم عن الراكب المهاجر عن صحابي أبوه أحد صناديد قريش وابنه كان كذلك لكن الله كتب له الهداية ثم مات شهيدا رضي الله عنه إنه عكرمة ابن أبي جهل قصة عكرمة قصة عجب حتى تعلم منها أن الله عز وجل بيده قلوب العباد قد يهدي إياك أن تقول فلان لن يهديه الله إياك طالما أنه لا زال على قيد الحياة فارج له الخير كلنا يعرف أبا جهل ويعرف عداءه للإسلام وقد كان ابنه كذلك عكرمة ابن أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل ومن شدة عدائهما للإسلام مات أبو جهل طبعا يوم بدر فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة أهضر دمهم قال اقتلوهم ولو وجدتموهم وعلقين في أستار الكعبة تخيل كده هذا يدل على ماذا على أن هؤلاء كان عداؤهم شديد للإسلام منهم عكرمة منهم عبد الله بن أبي الصرح الذي أمنه عثمان ثم آمن ثم أسلم وحسن إسلامه منهم شاعر اسمه ابن خطل هذا الشاعر كان يشبب بنساء المسلمين ويهجو المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل تعلق بأستار الكعبة قال لك النسدو الطيبين والمسلمين ذو القوم طيبون وأكيد لما إلقوني متعلق بأستار الكعبة قلبهم سوف يرق وهذا الكلام لا يعلم أن ديننا لا نجامل فيه ولا نداهن وأن ديننا كما نعامل الناس بالحسنة لكن نستخدم الغلزة والقوة مع الذي يجابهنا بالقوة والغلزة والله عز وجل لما تكلم عن المؤمنين قال أشدة أشداء قال أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين وليكن فيكم غلظة على هؤلاء تعلق بأستار الكعبة فجاء القوم إلى النبي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه قتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة نبينا كما أنه نبي المرحمة كذلك هو نبي الملحمة وكما جاء ديننا كما قلت بالبر والإحسان إلى الناس كذلك جاء بالشدة على من يجابهوننا بهذا الأمر يبقى لا يشتم ديني وأنا أقول ديني ديني دين رحمة وسلام لا بل ديني دين قوة مع أمثال هؤلاء استطاع الكريمة أن يهرب وأن يفر لأنهم لو قبضوا عليه لقتلوا ركب البحر فهاج بهم الموج فقال من في السفينة أخلص الدعاء لله فإنه لن ينجيكم اليوم آلهتكم لن ينجيكم إلا الإخلاص قوم عجب والله المشركون لتعلموا كانوا قديما يعبدون آلهة هذه الآلهة هم يعلمون أن هناك إله واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحصين يا حصين كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال من الذي لرغى بك ورهى بك قال الذي في السماء المشركين كانوا يعمدوا هذه الآلهة ليه قال لك حتى توصلنا إلى الله عز وجل وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة لكن كان فيهم حاجة كويسة صراحة يعني شوف رغم منهم كفار كان إذا نزل بهم البلاء تركوا هذه الآلهة وأخلصوا الدعاء لله الواحد سبحان الله يعني المشركين إذا نزل بهم البلاء يتركوا آلهتهم ويدعون إلها واحدا نعم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه والله عز وجل قال أمن يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله يعني المشركين كانوا يعلمون أن هناك إله نعم يعلمون يبقى لا يأتي أحد ويضحك عليك يقول لك طالما الإنسان مقر أن هناك إله خلاص يبقى يدخل الجنة على عمل لا المشركون كانوا يعلمون ذلك ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العلي فكانوا إذا نزل بهم البلاء أخلصوا الدعاء لله والله الذي لا إله إلا هو إن من المسلمين اليوم من إذا نزل به البلاء لجأ إلى غير الله واستغاث بغير الله عز وجل قل يا بدوي شفي لابني يا حسين افعل لي كذا رضي الله عنه حسين يا شاز لإعمل لي كذا وينذر له ويذبح له مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر لغير الله فقد أشرك ومن ذبح لغير الله فقد أشرك أيكون اعتقاد المشركين الأوائل أعظم وأفضل من اعتقاد بعض المسلمين اليوم سبحان الله من الذي يملك لك النفع والضر الله وحده إبراهيم عليه السلام قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين من ربك يا إبراهيم الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني ويسقيه وإذا مريضت فهو يشفين وحده الذي يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم يبقى الإخلاص الإخلاص لله كم من مسلم إذا نزل به البلأ ذل لكل أحد إلا الله وطرق كل باب إلا باب الله ولجأ لكل أحد إلا لله مع أن الله وحده الحري أن لا يطرق باب قبل بابه وأن لا يذل لأحد سواه وأن لا يخضع لأحد إلا له سبحانه وتعالى أيها المسلمون إن ربكم هو وحده الذي يكشف الضر وإياك أن تقول إنما أدعو فلانا وفلان من أجل أن واصط بيني وبين الله لا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني ما قال فليدعو فلانا ولا فلان ولا يدعو عبد القدر الجلان ولا يدعو البدو ولا يدعو الحسين ولا يدعو فلان فإني قريب أجيب دعوة إذا دعاك يبقى دعاؤك لغير الله هذا هذا ينافي معنى التوحيد والعبودية المطلقة لله عز وجل ينافي معنى العبودية والتوحيد المشركون الأوائل كانوا إذا نزل بهم البلاء يخلصون الدعاء فقال من في السفينة أخلص الدعاء فإنه لن ينجيكم اليوم إلا الإخلاص ماذا فعل عكرمة رضي الله عنه نكمل كلامنا في المرة القادمة بإذن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة